أبو زايد من مصر بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في العلاج من السحر يا أبا زايد بارك الله فيك بالنسبة لي علاج السحر هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجد السحر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعامل مع الجن المسلم ولم يرشد من وقع في السحر أو ابتلي بالسحر إلى التعامل مع الجن المسلم و إنما أنزل الله جل وعلا سورتين المعوذتين هما علاج بإذن الله تعالى للسحر و لغير ذلك و لأجل هذا أخي الفاضل بارك الله فيك ما يذكر عن بعض الأئمة أو بعض العلماء يعني إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون مجرد اجتهاد لأن عالم الجن عالم غيبي و الأصل في الجن الأصل فيهم الكذب و الاعتداء و الظلم فكيف أنا أثق الآن بأن هذا الذي يتكلم معي أنه من الجن المسلمين أليس المنافق إلا كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة و السلام يصلون و يتحدثون و يعظون فما الذي يمنع يكون هذا الجن الذي يزعم الإسلام بأنه منافق و قد يقود الإنسان إلى خطوات ربما أضله و أضره و أضر به فلذلك يا أخي الفاضل أنا رأي و اجتهادي بأنه لا يجوز للقارئ أو الراقي أو الذي يجلس لرقية الناس أن يتعامل مع الجن مطلقا لا جن مسلم و لا غير مسلم لا يجوز له و يجب على كل مسلم أن يضع مسافة بينه و بين الجن الجن أعداء قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو لا تتبعوا خطوات الشيطان أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة و الناس و لذلك مهم جدا أن يتنبه الإنسان و أن يحذر و أن يبتعد عن مثل هذه الاجتهادات التي ربما بعيدة هي عن الصواب ترجمة نانسي قنقر